بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ونصلي ونسلم على من علمه ربه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيمة وعلى آله وصحبه ابن شاس المالكي هو أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم ابن شاس لم يثبت لنا في المراجع التي رجعنا إليها سنة لولادته لكنه نشأ في أسرة مرموقة وصفها المنذري بأنها كانت بين الإمرة والتقدم ونعتها الذهبي بأنها بيت إمرة وحشمة فكان في بيت نبيل شريف وقد أغفلت المصادر بدايات نشأته وحياته فلا أثر لها لكن ابن شاس تولى التدريس بالمدرسة المالكية المجاورة للجامع العتيق في مصر جامع عمر بن العاص الكبير فتخرج على يده أجيال من الطلبة والعلماء وتولى إفتاء الناس وكانوا يقصدونه من كل فج عميق يسألونه في أمور دينهم ويتوسطون به في قضاء حوائجهم وقد باشر ابن شاس القضاء في جانب التوثيق والإشهاد على الناس بمصر في عهد قاضي القضاة أبي القاسم بن درباس الماراني واستمر على ذلك بعد خلفه في القضاء شرف الدين ابن مؤين الدولة أخذ الفقه عن شيوخ كبار في مصر منهم ابن يعقوب ابن يوسف الملكي أبو يوسف وأبو محمد عبد الله بن أبي الوحش النحوي وأخذ العلم عنه تلامذة منهم زكي الدين المنذري وأبو إسحاق بن مهيب الأندلسي وغيرهم كان ابن شاس عالما مبرزا كبيرا في شتى العلوم آخذا بنصيب من مختلف الفنون وكان يمتاز بالورع والتقوى حسن المعاشرة ودماثة الأخلاق والوفاء بالصحبة بالغ مترجموه في ذكر فضائله وفواضله ومحاسنه حتى قال المنذري بأنه كان على غاية من الورع والتحري وقال ابن خليكان كان فقيها فاضلا في مذهبه عارفا بقواعده وقال صاحب شذرات الذهب إنه من كبار الأئمة الأعلام وقال صاحب شجرة النور الزكية في طبقات الملكية إنه الفقيه الفاضل العمدة المحقق الكامل العالم المطلع الحافظ وهذا إطراء ما بعده إطراء وقد نحته الحجوي بأنه الفقيه المشهور والعلامة المذكور ونعته الزيركلي في الأعلام بأنه شيخ مالكية عصره ترك ابن شاس مؤلفات كثرا وكان على رأسها كتابه عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكانت كتبه على ترتيب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي رحمه الله وله كتاب آخر هو تحرير الاقتضاءات والفصول في تجريد علم الأصول وكتاب الانتصار لأئمة الأمصار والأعصار وله كتاب كرامات الأولياء وغيرها من الكتب وقالوا إنه قتل في معركة دميات سنة ستة عشرة وستمائة للهجرة في القرن السابع وذكر ذلك السيوط والحجوي والثعالبي وغيرهم وكان في كتابه يحاول أن يستعيد الثقة في المذهب المالكي ببسط أهميته وفروعه وقيمته ومحاولة الاقتصار على المفيد فيه ويكفينا في ختام هذه الحلقة أن نذكر يقول أبو بكر الأمصار السقطي أيا طالبا تحصيل مذهب مالك ليسلم من تمويه أهل الظواهر عليك بمجموع ابن شاس تجد به حقائق تبدو كالنجوم الظواهر يزين نحور المالكيين سلكها فلله من سماه عقد الجواهر وإلى أن نلقاكم في حصة أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا